فقط أريد أن ألفت إلى أن من المفيد جداً لتدعيم الإيمان وتثبيت الإيمان إطالة التفكير وغلغلت النظر في عجائب الكون وبالذات الكون ترى عندك عالمان لا إله عالم البدن الإنساني لأن وفي أنفسكم أفلة تبصرون وفي أنفسكم أفلة تبصرون هذا عالم كبير أيضاً شبه لا متناهي للوقوف على عجائب الإبداع الإلهي شيء غريب والإنسان فيه امتياز ليس فقط خطورة هذه نقطة أيضاً محورية سأعود إليها ليس فقط خطورة وأهمية لا فيه امتياز واختصاص وهذا شيء مهم جداً هنفسطوا أيضاً في محور لحاله لكن في المقابل أيضاً لهذا الملكوت فاستفتهم أهم أشد خلقاً أمن خلقنا إيش؟ إشارة أمن خلقنا قال أبو جعفر ابن جرير عن قتادة وهذا الذي اعتمده أبو جعفر تقريباً عن قتادة قال السماوات والأرض من أشد؟ خلقهم أم خلق السماوات والأرض وتشهد لها آية مؤمن أو آية غافر لخلق السماوات والأرض أكبر ولذلك أختم بما ورد عنه وعليه الصلاة وأفضل السلام تعليقاً على الآيات التي أنزلت عليه تلك الليلة الكريمة السماوية العلوية آيات أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودهم على جنوبهم إلى آخر السياق الكريم النبي دخل عليه بلال وقد بللت دموعه حجره الشريف ونزلت على الأرض يبدو أنه قضى جزءاً كبيراً من ليلته يبكي بسبب هذه الآيات العظيمة وأخبر بلال بما حصل ثم علق فقال ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها وربما شاهدتم جميعاً المقطع الرائع جداً لكارل سيجن الذي يعلق فيه على الأرض وقد بدت كنقطة صغيرة باهتة كذرة غبار في مشهد كوني شديد الإثارة والإعجاب والإدهاش في نهاية المطاف يقول معنى كلامه أن الدرس الأكبر من هذا أن نتعلم كيف يحب بعضنا بعضاً وأن نتواضع وأن لا نبالغ في كراهية بعضنا البعض واستئصال بعضنا البعض يبدو أن الأمر لا يستاهل لا يستاهل لكن هناك أمر ثاني يستاهل كارل سيجن لم يحاول أن يحققه بالأسف الشديد وارتحل عن هذا العلم دون أن يحققه ومن أسف شديد في شعر أمريكي مات سنة 1900 أمريكي مشاهد اسمه ستيفن كرين عنده أبيات جميلة لفتتني يقول فيها على لسان الرجل يخاطب الكون هذا كارل سيجن على فكرة وهذا كل ملحد وكل واحد صاحب نموذج مادي لم يتجاوزه إلى نموذج توحيدي إيماني ما يقول للرجل هذا الكون؟ يقول له يقول له سير يا سيدي يعني أنا موجود يقول له الكون يقول له صور هبل هذه يقول له هذا العالم العجيب سير قل له كيف يقول له أجابي الكون فكان ماذا؟ وبعدين ماذا؟ موجود؟ ماذا عمل لك؟ أجابي أجابي الذي يفرغ عنه كل ملحد اليوم وكل شكوكي وكل كافر بالنموذج الوحياني التوحيدي يقول لك مين إحنا؟ وإيش إحنا؟ إحنا ملا مكان إحنا؟ إحنا لا شيء كوكبنا لا شيء تحدثون عن كرامة الإنسان وعن الموراليتي وعن الأخلاقية شيء غريب على الفكرة إذا انتبهوا الإلحاد وعد بسحق الإنسان وعد بنزع ما تبقى من ديغنيتي أو كرامة الإنسان وعد نهائي ولا ينكر رجوع عنه على فكرة الإلحاد إلا بأن يرجع عن نفسي الإلحاد أن يكفر بذاتي يلحظ بإلحادي وإلا أبداً هذا وعده عكس الوعد الإيماني إذا فعلاً هل الكون فعلاً لا يلتزم؟ ما لا يلتزم؟ لكن نموذج التوحيدي يقول لك الله ملتزم لا إله إلاه الله رب الأكوان كلها رب السماوات الأراضين رب العرش الكرسي الوزع السماوات الأراضين ملتزم معاك يقول لك أي كلام هذا؟ الملحظ يقول لك والله العظيم ملتزم والله ملتزم لا إله إلاه ويتواصل معنا وكل من له تجربة دينية حقيقية روحية حقيقية أنا أقول لكم هو يعلم أن الله ملتزم إذا أهلاً إنجاز هذا التعبير وهو المعنى الحقّاني أتدري يا معاذ حق الله على العباد وحق العباد على الله هذا المعنى إيه؟ الاستحقاق الحقّاني هذا مجال في كله مجالات عشان هيك التزام كذا أقرب حتى من نعمل في التزام في كل من له هذه التجربة يعلم ويسعد بأن الله مهتمم مهتمم بيه يسمعه ويبصره ويتواصل معه لا إله إلا هو ويجيبه لا إله إلا هو شيء عجيب اللي عنده تجربة حقيقية اللي ما عنده تجربة روح يبحث عنها يصحح النموذج مش فكفر إيه؟ بالرب الكبير لا إلا هو في خلل في نموذجك في خالف العدسة في خالف المرآة صحح المرآة أسقوا العدسة والأهم من كل هذا أن تكون لك النية الصافية والتواضع اللائق بنا كبشر في كوكب متواضع جداً أن نخضع ونبخع للحقيقة إذا أطلت برأسها ولو أول طلول